اجتمع سعادة الدكتور عبدالطيف بالراشد الزياني وزير الخارجية في مدينة الكويت اليوم مع معالي السيد عبدالله علي عبدالله اليحية وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة بمناسبة زيارته لدولة الكويت ضمن جولة في عدد من الدول العربية تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وأوجه التعاون الثنائي والارتقاء بها في مختلف المجالات لما من شأنه خدمة مصالح البلدين وأهدافهما المشتركة بالإضافة إلى مسجدات الحرب في قطاع غزة وتطورات الأوضاع الإقليمية والعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي كما استعرض الجانبان الاستعدادات والتحضيرات الجارية لعقد القمة العربية الثالثة والثلاثين في مملكة البحرين في السادس عشر من مايو المقبل والتشاور والتنزيق المشترك تجاه الموضوعات والقضايا المعروضة على جدول أعمال القمة بما يلبي متطلبات تعزيز العمل العربي المشترك